في إطار المبادرة الرئيسية حياة كريمة أعلنت وزارة صحة والسكان إطلاق خمسين قافلة طبية مجانية في المناطق نائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من العشرين إلى الثلاثين من يونيو ويتم توجيه القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجاً مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من باروس كورونا وتضم القوافل كافة التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة